السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابس عليكم اللبنات بخير كل شي مزيان اليوم ما بغيت نشارك معاكم واحد تصاب لي كي جيزوين وهشيش والمقادير قليل يعني مشي بزاف وكي جيهشيش لابن وريكم الطريقة والمقادير درت هنا 250 جرام ديال الزبدة درت الزبدة ديال البونا ودرت هنا الكاس ديال السكوار ديال سبيسيال ما كي يكونش حلو بالسف ومن بعد كننخلطهم مزيان ودرتش القبصة ديال الملحة وهاكا ندير كندوب هكا بيت ديال الزبدة نحاول هكا مزيان نخلطها لحقاش هديك السبدة ديال البونا كتكون شوية قاسحة ودرت واحد السكوار ديال فاني وكننخلطها مزيان يعني صبلي ما كيتحتاج الخميرة كيتحتاج غير السكوار ديال فاني وهاكا نزيد وكننكمل كنخلط مزيان وكننخلط مزيان نحاول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف زبدة 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 لديها تلتجوا مزيان ونحضر المكونات كاملين نضيف مزيان نضيف تشوفوا كيف رديد الزبدة والسكوار نضيف كيف تلتج مزيان لا تحتاج المقادل تغير نضيف سكوار 250 غرام زبدة زيت العنب 1 بيضاء 1 صاشي نضيف الزيت الطحين الزيت الطحين الزيت الطحين الزيت الطحين نضيف الطحين نضيف الطحين لا تكون رطبة لا تكون رطبة لا تكون ميزة أنت بالطحين لم تكون فكرة لم تكن كذلك هناك مكتوبة أنها تتواجم مصطبumo ثم تحرك وضع مصطبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما 이 دعم؟ كما كتشوفو معايا انتو ما دلوا مرش من اللي عندكم كنزيد هاك ندير هاك بالكاس دا نكمل هادوك العجينة اللي عندي كاملة انا درت فيها جوج ديل الانواع يعني ما درتش كاملة مدورين هي السمك ديل و مش حال يعني مغلدة ما رقيقة تصح حال بلد كتجيه شيشا والفرانة درتو سخون درتو على مية وخمسين دارجة ما كان ديوش على مية وثمانين مية وخمسين باش تجيب مزيان ما تتحرقش اشتركوا في القناة ونصدر العجينة ديال الصبلي درتها كمربعة وشديد صفر البيض بقيت كندهم على الوجه ديالهم كاملين عند دائرين نص مربع بجوش كيلته وغادي نزوقهم بتزيين يعني باللوز ديال كون كاستي يعني تزيين على حسب دوق ديالكم كما بغيتو وكن نكمل العجينة كاملة اللي عندي وانا قلت لكم الفران كنديرو على مية وخمسين دراجة ديال الدو ما كان ديش ديال عادي وكن نخليها التبن زيان ولكن ما تتحرقش شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 اضافة للمربعة كمية وفيرة كمية كبيرة ومربعة تقريبا نفسها نظام شو شكيلة وصافة نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال صابلي اللي شاركت معاكم وما تنسوا بالاشتراك وابني ولايك وتفعيل جرس بيش يوصلكم بكل جديد ان شاء الله ونتمنى يعجبكم بزاف هاد الفيديو يعني صراحة الحلوة تجي غزالة بزاف وبصحة ورحة البنات حتى الفيديو الاخر ان شاء الله ونشارككم معاكم الوصفة جديدة ان شاء الله ما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله مع قناة بيلا تيفي